من المواضيع اللي بتشغلنا جميعا هي يعني أسعار الفراخ واللحمة وثروتنا الدجنة والحيوانية طول الوقت فعايزين نشوف إيه اللي حصل في 2023 وخطة الوزارة في 2024 مع الموضوع ده حيكون معنا على التليفون دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدجنة بوزارة الزراع مساء الخير على حضرتك يا دكتور ولو تقول لنا يعني تلخيص ما يعني أحدثته الوزارة في 2023 تدعيم وحماية الثروة الدجنة وكمان سلاسل الإنتاج للثروة الحيوانية وتأثير ده على الأسعار في 2024 بسم الله الرحمن الرحيم مساء النور يا أستاذ هدير مساء النور لكل أستاذة ومساعدينك الكرام كل عام حضرتك ومصر وحضرتك بخير احنا شايتين اهتمام غير مسبوك يمكن من الكيادة السياسية دي التلمية المستدامة للثرواتنا الحيوانية والدجنة منذ 2014 لغاية وقتنا هذا يمكن دواء تراجع للزيادة السبتمية المتوحقة والمتعقبة والتي لا يوجدها زيادة تتعداد رؤوس المواشي ورؤوس الوزارة الخامنة هنا يمكن الدولة المصرية ووزارة الزراع كان فيها العديد من المشروعات القومية والبرامج التي تبلور هذا الاهتمام والوصول للثروات المستدامة عايز اقول لحضرتك النهاردة احنا وصلنا الحمد لله في اللحون الحمراء الى اكتفاء ذاتي وخطة 60% بعد ما كان 40% فقط في 2014 وصلنا الاجتفاء ذاتي بنسبة 100% بالنسبة لبن الشرب الرسائل او الطازج بل نصدر ما يزيد عن احتياجاتنا للخارج 100% من التواجن 100% من ديب المياه طبعا هذه المشروعات والبرامج اللي هو لها لخضرتك في عجالة كان الغرض منها اولا مواكبة الزيادة السكنية زي ما قلت لخضرتك المتزايدة والمتلاحقة ثاني حاجة الغرض منها زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني سواء كان البيض او اللحوم او الدواجن او الاسماك او الالبان حاجة تالتة تقليص الفجوة الموجودة او تقليص الفجوة الاسترادية وبالتالي عدم الضغط على العملة وتوفير العملة والحاجة الاخيرة كمان الوصول الى مرحلة التصدير لما نقول البرامج والمشروعات القومية اللي تبنتها الدولة المصرية ورعاتها وزارة الزراعة الاولى المشروع القومي للبيتلو والاثار الجبال التي ترتبت عليه المشروع القومي للتحسين الوراثي المشروع القومي للتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الالبان والمشروع القومي للتطوير ورفع كفاءة عنابر ومزارع الدواجن المشروع القومي للبيتلو في عجالة كان يسمح فيما قبل بزفح لعجول التسميم صغيرة السن اللي هي أقل من مئة تيلو جرام ودي كانت بطبع نسبة تصافيها منخفضة بيبقى إذراس أو الحيوان الواحد فقط بيدين حوالي تلاتين تيلو جرام من لحوم بدوابط وقرارات وزارة الزراع منعة دبح الحيوان ودبح بكله في هذا العمر والسماح للتسمين إلى ما يزيد عن ربعمائة تيلو جرام على الأقل وبالتالي هنا تنمية رأسية والحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهضار ويمكن حلام يا دكتور طريق إيه تحديات هذه الصناعة؟ يعني مسألة أن نحن نحقق الاكتفاء الذاتي نحافظ على رؤوس الماشية ما يحصلش أزمة أعلاف تاني وبالمناسبة أزمة الأعلاف كده تعتبر خلاص انتهت ومعندناش أي أزمات أعلاف في 20-24؟ أنا لو حضرتك أكيد متابعة يمكن معانا أزمة الأعلاف تم إدارة ملف أزمة الأعلاف على أعلى مستوى فقامة رئيس الجمهورية كان بيتابعوا على مدار الساعة بالتنسيق بين وزارة الزراعة ومحافظ البنك المركز تم تدبير العملات اللازمة للإفراضات عن الكميات المناسبة والعليقة كل الكميات العليقة والتي تفي بإحتياجاتنا وزيادة من الأعلاف العليقة في المواني المصرية وتدبير العملة تم عملية تكسيف المتابعات الميدانية على هذه الأعلاف التي يتم استراضها للتأكد والاستوصاق من تصنيعها وتوزيعها ووصولها للمربي في النهاية دايما حضرتك عارفة أن يمكن الدولة المصرية تصبت الخطوات والأحداث يمكن معايل وزير الزراعة كلف البحثين والعلماء في مركز بحوث الصحراء باستنباط أصلاف جديدة من الأعلاف قادرة على أن تزرع في الأراضي الهامشية تستحمل نسبة عالية من ملوحة في مياه الرأي لا تحتاج إلى مياه الرأي كثيرة وعالية الإنتاج كمان تم استنباط أنواع من المحاصيل وتحسين للمحاصيل على فيها الموجودة حيث أنها أصبحت توقف الأرض فترة زمنية أقل إنتاجاتها أعلى إحتاجاتها للمياه أقل كمان عملية تفعيل الزراعات التعقدية التي حدثت العام الماضي والسنة دي أصبح الفلاح دلوقتي بيزرع بسعر ضمان وسعر آمن بالنسبة له وبالتالي زادت المساحات المنزرعة من هذه المخاصيل الهمة للسراتيجية العلافية سواء كانت الزرة أو ألسوية أو أعباد أو دوار الشمس كمان تم عملية تكسير المتابعات الميدانية على شناعة الأعلاف وتدولها للإتمئنان على الحصول على أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء وبشعر أفضل وبشعر آمن تبدأ دكتور طريق المفروض أن نعكس على أسعار الفراخ والبيض واللحوم وإحنا كمان في موسم أعياد فدايما بيبقى في علاقة شوية ما بين الأعياد بعض التجار بيستغلوا الموضوع ده ويرفعوا السعر فلو الأسواق مستقرة تلاقي تأثير في الأسواق أنا عايز أقول فيما يتعلق بالأسعار حكياً أول حاجة يمكن على مستوى دول العالم حينما تزداد مصروفات التشهيل وتكاليف الإنتاج وبالتحديد التي ترتبط بصناعة الأعلاف وإحنا عارفين أن الأعلاف الوحدية تمثل حوالي يمكن سبعين في المئة وتبني في المئة كمان من جملة مصروفات التشهيل وتكاليف إنتاج أي عملية تتعلق بالسرعة الحيوانية والباجئة حينما تزداد هذه المصروفات في أي دولة في العالم تزداد أيضاً على المستالك النهائي وعلى المنتج النهائي يمكن هذه عناصر الإنتاج هذه تزايدت بقدر وصل لربعمائة المئة ومثلين سمية وثلين سمية وثلين سمية في بعض العناصر إلا أن هنا ملاحظناش الزيادة تخطط الأربعين سمية بالنسبة للمنتج النهائي وتحملت الدولة البصرية الكثير من الأعباء لرفع المعاناة عن كهل المواطن الحاجة الثانية عايز أقول لحضرتك نحن لازم نكون عندنا ثقافة كمستهلكين هجر المنفذ التصويقي الذي يبالغ في السعر بتاعه يمكن وزارة الزراعة وحدها لديها حوالي 300 منفذ التصويقي لكن الموضوع يا دكتور طارق بيبقى محتاج نوع من الرقابة الصارمة على المنافذ اللي بتتلعب بالأسعار الموضوع مش كله عند المواطن أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيونية والدجنة بوزارة الزراعة شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا